اشتركوا في القناة في الحد النهائي العام 2073 شو كان يقابل يعماد 1496 طب الآن العام 1976 اللي هو الحد الاول هذا اللي يتكرر ثلاث مرات سيلاحظه يوافق 1396 هجري طب نجمعهم 1976 ميلادي زائد 1396 هجري يساوي هذا يعمل شوف شو هو هذا المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فلسطين 2022 كيف رك عمال طيب خد مازال ما انبسطت 1976 الآن مش ميلادي للميلاد طبعا بمعنى قلت للميلاد شو لازم اقول هون ايوه 1396 للهجرة شو اعطاني يا عماد هذا انت عارف شو هذا هذا العلاقة بين 1973 وهذا اللي هو 1970 والهجري ميلادي 1443 للهجرة انت بلاحظ اذا ما هي العلاقة بين الحد النهائي كرقم وبين الحد الاول هذا بالتفصيلات الهجري والميلادي العلاقة هي هيا نحططها بالاحمر 1443 للهجرة اللي هي يعني الفين واثنين وعشرين طبعا الآن من 1976 الى 2041 هذا العدد يا عماد هو الفرق بين السنة الميلادية والقمرية بدون ما تقول هجري وميلادي 579 هاي قانون ثالث اذا بدك تعرف مثلا الآن احنا مش 2016 احنا الآن يا عماد نعم هاي 2016 ناقص 579 اعطاني 1437 صحيح ممتاز انتبهت اذا هذا القانون يستخدموه من 1976 ل 2041 بدون بدون ميلادي وهجري هناك ميلادي وهجري طبعا اذا هذا هو القانون اللي ممكن انت بدك تعرف السنة من 1976 ل 2041 كلنا بنطبقش الا على هذا المدى 1579 طب نشوف هاي التطبيق يا عماد لاحظ 2022 ناقص 579 شو اعطاني اللي بعرفه هذا هو واحنا سبق قلنا انه 2041 شوه 15 فتح عمر 583 صلاح الدين 1443 المتوقع طيب الآن ما علاقة 2041 الان بدى اعرف السنة الهجرية افكرة الموافقة ل 2041 شو بدى اخصم 514 ما هي هاي ميلادية هاي 2041 هي صحيح مكوناتها هاي التوريخ لكن هي هاي ميلادية ناقص هاي 579 شو اعطاني 1462 اولا لاحظ 1462 للهجرة شو اعطاني هذا عارفوا هذا يا عماد فتح بيت المقدس المسجد الاقصى فلسطين وعارفوا هو كمان فلسطين 2022 ميلادي شو بالجمال حتى الرقم نفسه بتلقي كمان مضى باكثر من ايوه اذا هذا العام الموافق ل 2041 للهجرة اعطاني فتح بيت المقدس المسجد الاقصى فلسطين اللي هو فلسطين 2022 ميلادي طيب لاحظ يا عماد الان بدي اجمع واخط ميلادي اجمع التاريخين 2041 ميلادي اللي بوافق 1462 هجري شو اعطاني هذا عارف شو هذا يا عماد فتح بيت المقدس المسجد الاقصى فلسطين 1443 للهجرة بدي عيده مشان الناس اللي بيزهكوا فتح بيت المقدس المسجد الاقصى فلسطين 1443 لهجرة كيفك يا عماد عمام طيب توافق 2073 افكر اه دقيت معي اعمد هون 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 2073 وافقت 3 اعوام انا قلت 2073 وافقت 3 اعوام هجرية شو رأيك عماد انه 1976 توافق 3 و2041 الميلادية توافق 3 و2073 توافق 3 بس في بينهم واحد اللي هي 2008 توافق 3 تمام بس الغريب هذول اللي هم الحد الاول اللي بتكرر ثلاث مرات ثم ال2073 و2041 هذول كلهم سنة بلتقوا بثلاث سنوات هجرية قمرية تمام طيب لاحظ هيني القائل هنا طبعا هاي سبق انا لفت الانتباه الها لاحظ 1495 1496 1497 هاي توافق هاي توافق طيب وقلنا انه كل ثلاث ثلاثين سنة شمسية منيجد انه فيه ثلاث اعوام قمرية 1976 2041 2073 كلها فيها سنوات قمرية وبينهم 2008 تشبههم والان لاحظي اعمال شوف هون بدي اجمع القوانين الثلاث مش فيه قانون الاول هذا لمعرفة العلاقة بين العبري والهجري وهذا للعلاقة بين الميلادي والهجري مع وجود ميلادي وهجري وهذا بدون ميلادي وهجري هاي مجموعهم تمام طب لاحظوا الارض المباركة المسجد الاقصى 2022 1443 الارض المباركة اللي هي المسجد الاقصى 2022 1443 وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة انت بطلاح بالجمال تصور انه القوانين الثلاثة مجموعة ايش الارض المباركة المسجد الاقصى 1222 1443 هذا الاول له علاقة بالعبري الفرق بين العبري والميلاد العبري والهجري ايوا لطيف هالكتر رح تشوفه انت رح تشوف جمالها وهو طب هاي نفسها هاي نقص منها 3760 عبري اذا لاحظ اذا دقك اعماد اذا هذه السنة بالميلادية اللي هي تساوي المسجد الاقصى هذا جمال المسجد الاقصى فلو رحت للسنة 361 وشفت وضفت لها هذا مشان تشوف شو عبري شو بتطلع المفاجأة انت استوعبت دقك اجيب عندي هون انت ملاحظ انه احنا متكلم عن قضية العجائب الاعوام وهذا بشير لك على القدر والنظام حتى طب ما هو هذه استكشفات كلها في القرآن احنا نجد الواقع والسنين والسنين ماشية بالطريقة عجيبة طب الان لاحظ اعمال السنة اللي هي 361 ميلادي شو كانت عبري بضيف اذا كمان مرة 361 ميلادي بضيف لها 3760 بيعطيني 421 عجيب ملاحظ انت طيب شو رأيك السنة الميلادية هاي اضيف لها كلمة ميلادي شو عطتني 456 طيب السنة الميلادية هاي عفوا السنة الهجرية اضيف لها هجري شو عطتني الرقم اللي منستخدمه بين الميلادي والهجري كمان مرة شفت العجب اذا حتى القوانين الثلاثة قبل شوية جمعناها احنا طب حتى كل واحدة فيهم اللي ها علاقة بالمجد الاقصى بمعنى السنة هاي 361 ميلادي لما انضيف لها 3760 اعطتنا اذا هذه هذه السنة العبرية دقيق اعماد هذه السنة العبرية في 361 ميلادي اللي تسوي المجد الاقصى طب المجد الاقصى زائد ميلادي 456 المزيد الاقصى زائد هجري ها 579 نلاحظ العجب طيب الان العام الهجري هذا انت الان بدك تأخذ الارقام المستخدمها وتعملها سنوات ها الان هذا هذا 456 شفناه كثير يعني وهذا شفناه برضو بس خلينا الان في هذا 579 يوافق العام الميلادي هذا على ارض الواقع يعني طب اجمعي اعماد 579 واش هذا 1183 يعني هذا هذا هجري وهذا ميلادي لانه لما اضفنا هون مع المجد الاقصى هون شو اضفنا هجري اعطتني هذا فاخذنا العام الهجري شو وافقه ميلادي اعطاني هذا شو هو هذا اعماد المسجد الاقصى 2022 طيب الان لاحظوا شو بدأ اعمال 579 للهجرة يقابله 1183 للميلاد شو اعطاني هذا عارف شو هذا اعماد فتح الارض المباركة المسجد الاقصى فتح الارض المباركة المسجد الاقصى اذا هذه حلقة اذا بتلاحظ اعماد هي حلقة من حلقات طويلة في موضوع 2022 هذا العام يبدو انه رح يكون فارق في تاريخ الاسلام وتاريخ الامة وممكن هذا النوع من البشريات انه ما يحصل الان لابد ان يثمر في النهاية بغض النظر عن تقييمنا الاحداث الحالية لكنها ستفرز متوقع انها ستفرز خير كثير ان شاء الله وهذا بزيل اليأس وبعطي دافعية للعمل دافعية خصوصا الشعوب الشعوب هاي الثائرة اللي بتحمل اسلاح تدرك تماما انه ما في يأس وانه في ثمرة في ثمرة هذا مهم كثير وانه تخطيق اشارة انه في مرحلة الـ 41 من 22 ولا 73 2000 اثر كأنها مراحل انه اثر اثر 2022 في المستقبل عند 2023 ايش بيحصر اه بس كأنه في على 2 فارقان لـ 41 في 2041 2073 هون ناس يفكروا ان شاء الله بلكي احنا ما بنعطيش كل شي الان هون احنا بنعطي مجرد حلقة وان شاء الله بيكون حلقة اخرى في مواضيع منتمية ونستغل طبعا انه بنعطيش دروس التفسير في رمضان بعض الناس ممكن يكون مش ميالي كثير للأعداد هيعذرونا لأننا نحن متوقف في رمضان عن دروس التفسير فبدنا بديل في ناس بطالبوا في قضية العدد وعندنا نتائج ضخمة بدنا نحاول نبلور بعضها في رمضان ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين